للزمالك ان في خبر معهم الزمالك فاكرين انا من فترة كده من حوالي 3 اربع اسابيع قلتلكوا ان احد المسؤولين يعني احد رجال الاعمال الزمالكوية كان تواصل مع باتريس كارتيرون عشان باتريس كارتيرون يرجع تاني كارتيرون مدرب الفرنسي يرجع تاني يدرب نادي الزمالك وكارتيرون شغال في الدورة القطرية الجديد بقى اليومين اللي فاتوا ان فيه برضو وسطاء من خلال رجال اعمال زمالكوية انتوا عارفين فيه ناس كتير مرشحة في الانتخابات القادمة للزمالك فيه منهم زي ما قلتلكم بارح عاملين لجنة بيحاولوا يحلوا مشاكل الزمالك المالية ويتكلموا مع المحامي الايطالي عشان المشاكل اللي في الفيفا بيتكلموا مع نيس بورت انجليش بونا عشان فلوس شيكابالا وتتدفع ويتكلموا مش عارف مع مين عشان يجدد فتوح وزيزو فيه لجنة من رجال اعمال محبين النادي الزمالك منهم مرشحين وخلي بالكوا دفعوا فلوس الفترة فات كتير عشان يحلوا مشاكل داخل النادي الزمالك اللجنة دي بتعمل ايه بقى اليومين اللي فاتوا دول قلتلكم من فترة كده اكلموا كارتيرون اليومين اللي فاتوا دول بيتواصلوا مع موسيماني مدرب الجنوب افريقي اللي كان مدرب النادي الاهلي قبل كده بيتواصلوا مع موسيماني عشان يدرب نادي الزمالك وموسيماني مرتبط دلوقتي بنادي الوحدة الاماراتي بنادي الوحدة الاماراتي موسيماني مرتبط بنادي الوحدة الاماراتي ماسك نادي الوحدة يعني وماشي بشكل مش كويس هو دلوقتي مع نادي الوحدة في الدور الاماراتي ونادي الوحدة بيحتل المركز السابع ومهدد على فكرة بالإقالة موسيماني مهدد بالإقالة الأسابيع القادمة لو النتائج بتاعته ما تحسنتش مع نادي الوحدة الإماراتي ممكن يمشي فيه الرجال الأعمال الزمالكوية المحبين لنادي الزمالك أو اللاجنة اللي أبكلمكم عليها بيتواصلوا مع مسماني وبيحاولوا يخنعون هو يجي نادي الزمالك بعد ما يخلص مهمته أو لو ما كملش مع نادي الوحدة الإماراتي إن كده كده بعد الانتخابات السوريو هيتغير أنا بقول لكم يعني بعد الانتخابات ممكن بفترة صغيرة بفترة متوسطة هيحصل تغيير في الجهاز الفاني نادي الزمالك أو سوريو مش هيكمل يعني أو سوريو نفسه الزمالك عايز يجيب مدرب قوي للمجلس الجديد اللي حينجح في الانتخابات عايز ينافس على بطولة الدوري وعايز يحل المشاكل القيد وعايز يعمل حاجات كويسة جدا بس بعد ما المجلس ينجح وخلاص هو بقى مهمته تعديل وتطوير وإصلاح كل المشاكل الموجودة في نادي الزمالك فده برضو خبر مهم جدا جدا جدا